بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قلت لحضراتكم في الحلقة السابقة إن الشيطان يجلس على كل طريق يريد أن يمنع الإنسان إلى وصوله للحق والصراط المستقيم ونحن لا بد أن نقطع الطريق على الشيطان نقطع طريقه بأن لا يجعل الإنسان يكثر من الغضب ويكثر من الحمية ويكثر من رفع صوته ومن تمسكه بالباطل ولذلك رأينا كما في صحيح مسلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان اقطع الطريق على الشيطان لا تجعل الشيطان يخرجك من دائرة الحلم إلى دائرة السخط ولذلك يقول سيدنا رسول الله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فاقطعوا طريق الشيطان إذا سمعت يعني أعذك الله إذا سمعت أعذك الله يعني نهيق الحمير فاستعذ بالله من الشيطان وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إذا أردت أن تذكر الله تبارك وتعالى أو تفعل أي شيء في حياتك كلها فاستعذ بالله من شر الشيطان إذا أردت أن تأكل أو أن تشرب فاستعذ بالله من الشيطان وهذه وقاية لك من الجن ومن الشيطان إذا أردت أن تتزوج وأن تأتي يا أهلك فإن الحبيب علمنا لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي يا أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد له مولود إلا ولا يستطيع الشيطان أن يضره علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منا لو وهبه الله تبارك وتعالى ولدا فأذن في أذنه فإنه يقطع عليه سبيل الشيطان ولذلك رأى الصحابة سيدنا رسول الله يؤذن للحسن والحسين في أذنيهما ويكبر لهما ثم قال سيدنا رسول الله لو أن الواحد منا إذا فعل ذلك قطع سبيل الشيطان على غلامه لو أن أحدنا إذا أراد أن يدخل الخلاء أتعوذ بالله من شر الشيطان وقال أعوذ بالله من شر الشيطان أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث إلا منع الله عنه السوء والفحشاء لو أن أحدنا إذا أراد أن يأكل فتعوذ بالله وسمى الله تبارك وتعالى فإن الشيطان ينصرف ولا يأكل الشيطان معه وإن البركة تحل على طعامه وتحل على شرابه لو أن الواحد مننا إذا أراد أن يذكر الله وأن يجلس في جلسة صافية هادئة طيبة فعليه أن يستعيذ بالله من شر الشيطان وأن يستعيذ بالله من وساوس الشيطان وأن يقرأ كما علمنا رسول الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد مننا إذا أراد أن يخلد إلى نومه فلا يتعرض الشيطان له فعليه أن يقرأ القرآن وعليه أن يجمع كفه وأن يقرأ فيه فاتحة الكتاب وأن يقرأ فيه صورة الإخلاص والمعوذتين وأن يمسح على جسده بهما فإن الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إليه كل هذه الأمور وغيرها كثير وكثير وقد ذكرت لحضراتكم مرارا وتكرارا أن الإنسان إذا كان في ذكر دائم فإن الشيطان لا يستطيع أن يسلك إليه لأن الشيطان لا يستطيع أن يسلك النور وأن يتسلل إلى النور فالذكر هو الذي يولد طاقة من النور حول الإنسان وحول جسده فإذا أراد المسلم أن يستعيذ بالله من شر هذا الشيطان فعليه أن يكثر الذكر وأن يكثر التضر وأن يكثر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يجعل للشيطان عليه سبيل وما كان للشيطان سبيل على المؤمنين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أما سلطانه فعلى أولئك الذين اتبعوه وعزروه ونصروه وآووه واتبعوا كل ما أمر به نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أما المتقون أما الأبرار أما الذاكرون فإنهم في معية الله إنهم في معية الله ولذلك قال ربنا في قواتيم سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فكونوا من حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون حزب الله هم الناجون حزب الله هم السعداء حزب الله الذين يذكرون الله الذين يتبعون طريق الخير الذين يسلكون هدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون من أحبه الله ورسوله ويعادون من عاداه الله ورسوله ويتبرؤون من كل شيء تبرأ منه الله وتبرأ منه رسول الله وتبرأ منه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكون من هؤلاء وأن لا ندع الشيطان يؤثر على حياتنا أو يؤثر على سلوكنا أو يؤثر على طريق وصولنا لحضرة الله تبارك وتعالى لأننا رأينا أنه ليس من طريق أعظم عند الله تبارك وتعالى ولا أطيب ولا أجمل من أن يسلك الإنسان سبيل الذكر وصراط الله المستقيم نسأل الله أن يجعلنا في صراطه المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم ونجينا من الهم والغم والكرب العظيم أنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته